مشاهدين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت للكل في حلقة هذا المساء ونتابع فيها ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطع غزة الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني بعد مرور أكثر من مئة يوم ارتكبت فيها دولة الاحتلال ألاف المجازر في هذه الحرب حرب الإبادة الجماعية وسجل خلال الأسبوع الماضي يوم وحدث تاريخي في تاريخ القضية الفلسطينية ومثول دولة الاحتلال عمليا ووقوفها في محكمة العدل الدولية في لحي ولكن سؤال الحلقة المطروح ومحاورها للنقاش ماذا تريد دولة الاحتلال؟ ماذا تريد إسرائيل من المنطقة العربية من دولنا العربية بعد مضي سنوات وعقود طويلة على هذا الاحتلال لأرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني منذ النكبة وصولا إلى العام 2024 وما زالت الحرب مستمرة وما زالت العدوان مستمر وما زالت أيضا مخططات التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين على طاولة البحث لدى الساسة والجنرالات في حكومة الحرب الإسرائيلية بالتأكيد زميلي خميس حقيقة وباقي زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير عليكم وعلى كل من يتابعنا من خلال أربع شاشات هي شاشة قناة العراقية والقناة الأردنية والفلسطينية والمصرية حقيقة الوضع المحزن والمستمر للحرب ضد غزة وفي فلسطين واستمرار قوافل الشهداء من النساء والأطفال والرجال يضع هناك ألاف علامات الاستفهام على هذه الحرب المستمرة على أمد طويل وسكوت عجيب وغريب لمنظمات عالمية ودول عالمية حقيقة لا توقف هذه الحرب البشعة الإجرامية لكن كتب على أراضينا العربية وبلداننا العربية بأن تكون محط أنظار للوزاة والمحتلين بسبب كثير من التفصيلات المهمة تكون موقع جغرافية الخيارات المتواجدة في هذه البلدان فتكون محط أنظار هذه الدول لكن في الحقيقة التاريخ يكتب ويسجل ونحن نعرف بأن التاريخ لسان طويل يتحدث عن كثير من التفصيلات كثير من البلدان العربية التي تعرضت للاحتلال من دول غازية حاولت السيطرة على هذه البلدان لكن المواطن أو الإنسان العربي في جميع البلدان العربية هو قادر على الصمود والتحدي وتحرير أراضي كثير من الروايات كتبت والكتب والتاريخ يسجل هذه الأحداث المهمة في شواهد تكون عيان للعالم أجمع فحقيقة نحن كعرب مؤمنون بأن القضية الفلسطينية ستنتصر كما وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه رابطه من خلال هذه المرابطة ورباطة الجأش المستمرة فأن هناك شمس ستشرق على فلسطين وتعود هذه الأرض المباركة إلى أهل وشعب فلسطين الأبي الذي ضحى بدمائه ورسم خارطة للطريق جديدة بدماء أبناء وشهداء ولكن من يتعظ من دول الاحتلال التي تحاول السيطرة على فلسطين وتحاول أن تجرف الأراضي وتحاول السيطرة وتحاول أن تعبث في الأرض فسادا لكن إن شاء الله النصر حليف الأخوة في فلسطين شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر إن شاء الله تكون مجريات الأحداث في المستقبل بأن تعود هذه الأرض المباركة إلى شعبنا في فلسطين بالتأكيد صحيح جدا يا أحمد نحن منذ سنوات ونحن نحذر من الخبايا والنوايا الخاصة بإسرائيل وبهذا المحتل الغاشم والحقيقة يعني يمكن وجودنا ووجود بيتل الكل في فلسطين تصويرا يجوب الأماكن الكثيرة كنا نرى بأعيننا كيف تكون الغطرصة وكيف يكون الزعر داخل المستوطنات وماذا يفعل المستوطن الذي يتعامل دائما مع الأرض وبخوف وحذر لأنه يعرف أنها أرض محتلة وهو أيضا محتل ما يحدث في قطاع غزة وأيضا تفاقم الوضع الإنساني ارتفاع عدد الشهداء كل يوم والمصابين هذا الوضع لا يقلق إسرائيل أبدا ولا يرون فيه أي إنسانية وربما حتى هذه الأرقام لا تقلقهم حتى مع بعض المساعد الدولية التي حاولت بعد هذا الوضع الإنساني الكارثي أن يتم وقف الإطلاق النار وأيضا مع الهدن التي حاولت منها مصر ودول كثيرة أن يكون هناك وضع إنساني لأهالي غزة ولكن تظل إسرائيل بهذه الغطرصة طول الوقت وأيضا تظل ترى هذا الوضع لا إنساني ولا تتفاعل معه بأي إنسانية وما علينا إلا أن نكشف دائما ونقدم الحقائق كما هي لأنه هذا هو السلاح الذي يمتلكه الإعلام المهني المحترم لانا؟ نعم شافكي نحن هنا في بيت للكل نترافع عن قضية أخلاقية وإنسانية يظن البعض أنها بدأت قبل ثلاثة أشهر وهذا الظن خاطئ لأنها بدأت قبل ستة وسبعين عاما من التنكيل ومن الإجرام ومن سلب الحقوق ومن ترحيل أهالي فلسطين من بيوتهم ومن أراضيهم وهم أصحاب الحق نحن هنا اليوم نتحدث وفي فلسطين هناك يقتل الآن طفل وتذبح النساء وتنتهك أيضا كافة الحقوق والأعراف الإنسانية على أرض غزة ونحن هنا أيضا في بيت للكل دائما نتحدث عن غزة حتى يؤرق الإعلام النزيه والحق والحقيقة تلك الرواية الإسرائيلية من التضليل ومن التكذيب مستمرون في بيت للكل للحديث عن الحق في فلسطين وعن الانتهاكات والجرائم في غزة إلى أن تتوقف تلك الحرب أهلا بكم من جديد ومحور حلقتنا هذا المساء ماذا تريد إسرائيل من دولنا العربية سعدني أن أرحب بضيفي في الأستوديو دكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية دكتور أهلا ومرحبا بك معنا في بيت للكل وهذه الإطلالة عبر أشاشات في دولنا العربية في جمهورة مصر العربية وكذلك في العراق في المملكة الأردنية الهاشمية وفي فلسطين ونحن في سلسلة حلقات منذ بداية هذا العدوان نتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بهذه الحرب ولكن في هذا المساء نريد أن نخصص أكثر حول المطامع الإسرائيلية وماذا تريد دولة الاحتلال من الدول العربية من دولنا مجتمعة وإفرازات هذه الحرب بخصوص هذه الدول خلينا من خلال برنامج الجميل برنامج بيت للكل أن نوجه التحية لكل شعوبنا العربية ونقص بالذكر القائمين على البرنامج بالمنك الأردنية الهاشمية وجمهورة الوصل العربية وإيضا الجمهورية العرقية الشقيقة وشعبنا الفلسطيني في كل مكان هذا البرنامج لدخل كل البيوت العربية وقدم الاحترام لكثير جدا من أبناء شعوبنا خاصة حينما كانت طرق لعداته وتقاليده وثقافته والتي كانت متشابهة هنا تابعت كثير من الحلقات وكان لشرف النقرج في بعض الحلقات وكانت الحلقات مميزة جدا خاصة أنها تقرب القلوب وبالنفس الوقت أن تكون إن شاء الله تجربة ريادية كمقدم لبرنامج عربي مواحد وكانينا أستذكر كمان لأنه طالما نتحدث عن القدس اليوم وعن شعبنا الفلسطيني أنه في اليوم الأول الذي انطلق في البرنامج كان هناك صوت مضيع أردني اسمه حازم قال يعني من هنا من القدس الأرض يعني بوابت السلام بوابت من الأرض إلى السماء مروا كثر من القزة وبقية القدس شامقة وأنا أقول لك القدس ما زالت شامقة اليوم نحن بنمر في تقريبا اليوم الثاني بعد المئة في العدوان على الشعب الفلسطيني هذا العدوان الذي انطلق من 7 أكتوبر العام الماضي وحتى الآن كثير من الأمور جرت المياه كثير جرت وبالتالي يجب أن نبتعد كثيرا عن اليوم فقط 7 أكتوبر لكن يجب أن نعود بالخلف أولا نحن تاريخ صراعنا مع الاحتلال لم يكن في 7 أكتوبر نحن مر علينا 75 عام من الهجرة من سنة 1948 وأيضا الآن تجاوزنا 56 عام من الاحتلال في عام سنة 1967 وبالتالي تهجرنا في 48 ونزحنا في 67 ولذلك شعبنا اكتوى ورئيسنا قال لن نكرر التجربة لأنه كان أول اللاجئين سنة 1948 من صفض ويقول دائما هذه التجربة كانت كثيرة مريرة على شعبنا وبالتالي لن نكررها صمت شعبنا في الميدان بالرغي من الدم والقتل والتدمير والتهجير وأيضا ثبتت قيادتنا على موقفها المتمسك بأنه لا للتهجير مهما كلب الثمن وساعدنا أخوانا العرب بصراحة الجو سياسي الموضوع المصري الموضوع الأردني المصريين الأخوة المصريين اجتمعوا وقالوا أنه هذا يمس الأمن القوم المصري والأخوة في الأردن جلات الملك قال أنه هذا عمل عدواني على الشعب الفلسطين لأنه التهجير كان مستهدف في كل شعبنا إن كان بالضفة أو في القطاع وأولا بالضفة لأنه أطمع دول الاحتلال هنا ما يسمى في يهودة بالسامرة والمعرك الاستراتيجي هنا ماذا تريد إسرائيل أن تصل الرسالة إلى الفلسطينيين أولا والدول التوقين جلس التعبير الدول العربية أيضا وما الأضرار الحاصلة أيضا من هذه السياسة المتراكمة من قبل دولة الاحتلال على هذه الدول ما قبل 7 أكتوبر في 6 أكتوبر لو عدنا كان في مشاهد واضحة في الضفة الفلسطينية تدخلات يومية بالقدس والاحتداءات على مصليننا أيضا احتداءت على أسرانا من قبل بن جفير وشرطته ونتعرف أخي خميس بأن الأسرى والمصرى بالنسبة للفلسطينيين مقدسين صحيح الجانب الثاني احتداء على نسائلنا حرارتنا في القليل وقلعوا ملابسهم أبنائهم أطفالهم وأيضا اعدامات في الشوارع تعديات على الأراضي استيطان بتوسع اقتطع الأموال المقصة سرقة أموالنا بخرج نتنياه في الأمم التحدة بخارطة طولة الاحتلال ولا وجد فيها أي كلمة فلسطينية قطعية بما في حتى قطاع غزة وحصار 17 عام على قطاع غزة وهذا الأمر كان موجودا هذه مركز 7 أكتوبر كانت هي ردة فعل على نكباتنا التاريخية وهذا ما قالوا يعني الأميل العام الأمم التحدة أنه ليس من 7 أكتوبر ابتدأ الظلم والعدوان بالعكس هو من 48 اليوم نحن والشعب الفلسطيني نصار مدين في الميدان لدينا بالزبط 24 ألف شهيد وكسر ونيف ولو قلتني قبل شوي بعد خمس ده بيزيد الرقم وعندنا 7 ألاف مفقودين تحت الأنقاض وتحت الأنفاق ومن لم يعود من المستوطنات الذي دخل في 7 أكتوبر لدينا تقريبا 60 ألف جريح لديهم فيهم أكثر من 30 ألف معوقين والذي سبقهم 115 ألف طبعا معوق ما قبل المعارك السابقة والعدوان السابق نحن نعيش في كارث إنسانية إلى جانب إلى جانب هذا الشيء مهم جدا التدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة لأنك تحدثت عن التهجير التهجير القصري قد فشل صحيح ولكنه بعد وقف العدوان في اليوم بالتالي سيعود المواطن الغزة إلى مكانه ويقول إنه لا يوجد بيت لو وجد شارع لو سكن ولا مدرسة ولا جامع ولا جامعة ولا كنيسة قومات الأساسية للحياة ولا يستطيع يعيش مفقودة وبالتالي إن لم نقم نحن كفلسطينيين ونتداعي جميعا على رأس القيادة الشرعية وكل الفصائل بما فيهم أخواتنا في حركة حماس يعرفوا تماما بأن المسئولي جمعي ولا أحد يقصي الآخر ونذهب جميعا بحكومة ائتلافية موجودة بين بعضنا البعض بدعم عربي وغطاء شارعي لإيواء وإغاثة الشعب الفلسطيني بشكل سريع سنكون إحنا أجرمنا في حق أنفسنا وحق في شعبنا إذا ما أردنا نتحدث بالشق الإسرائيلي من ضمن الخسارات أيضا التي خسرتها إسرائيل الأصوات التي كانت تدعم باتجاه الانفتاح على دولة الاحتلال من الدول العربية أو حتى بشكل عام التوجهات العالمية التي كانت تدعو لهذا النوع من التعايش والسلام وما إلى ذلك الآن أمام هذه المعطيات الجديدة ومحكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة المجازر الجماعية كيف تغيرت الصورة؟ شوف لو قيمنا بعد 100 يوم مش مليو و2 يوم أخي خميس وانت ذكرت يوم 11 واحد هذا اليوم التاريخي يوم محاكمة صحيح الدولة الفاشية في لاهاي هناك كانت محكمة وكانت الإعلام الفلسطيني الموجودة وكانت لاهاي هي أحد المدن الفلسطينية والعواسم الأربعة التي تشني عدوان على الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا ألمانيا والذي حرم ورفع العلام الفلسطيني الإعلام الفلسطيني رفعت فيه أكثر ما رفعت في الدول العربية وبالتالي رأينا المظاهرات كيف كانت تحولات كبرى على رأيه العام العالمي بس خلينا نقيم بالسلسل بعيدا على الجانب الإنساني اللي تحدثنا عنه اللي هو مؤلم جدا جدا وجميعا نشعر فيه وإنه هذه خسارة كبرى لكل واحد يجرح فلسطيني فما لك لم يكن بيننا مئة ألف يحبين جريح وشهيد ومعوق وبالتالي هذا شيء كارثي لكن على الجانب الآخر الجانب أقول لك الإنساني والأخلاقي نحن هزمنا رواية دولة الاحتلال عبر سبين عام في هذه المعركة كنا موحدين وخرجت الوثائق وخرجت الصورة بالصوت والصورة من قطاع غزة وكيف يكتم الإجرام باغتيال الأطفال بعيدا هذا الكلام اللي بيروجوه في العالم أنه يقاتلوا فصيل هذا كلام غير صحيح هم يقاتلوا من أجل شطب الهوية الوطنية الفلسطينية ومؤسسة الشرعية حتى مش بس الوطنية لأنه الأدب من المعركة اللي يكون هناك ممثل للشعب الفلسطيني ويتعامل معنا كقطعان كمخاتير كبلديات كلجان ولكن ليس كجسم شعبي لأنه ممثل شرعي ووحيد يتطلب منهم أن يدفعوا استحقاق سياسي على الجانب الإعلامي شوف الدش الرواية الفلسطينية التي نقلها التلفزيون الرسمي حتى هذا الكلام فيها لأنه أنسن الأحداث في ذلك القطاع غزة شوفنا كمان نحن التلفزيونات صحيح بثت الصورة ولكن كنت تركز على الجانب العنيف والقتالي صحيح نحن ركزنا على الجانب الإنساني للدرجة الأولى شي مهم لأنه نحن بالأخير كمان شعب نحب الحياة ونريد السلام ونريد أن نعيش في موطننا بحرية واستقلال والجانب الآخر القانوني والأخلاقي فشلت الإدارة الأمريكية أن تحمي يعني دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ولكن حدث ما حدث ونقول أنه فيه تطور كبير جدا حتى في المنطقة العربية أقول لك هذا البرنامج الذي يقدم لأربع دول أقل وطبعا ما تشوفه الدول العربية الأخرى هذا البرنامج الكريم الذي تدخل فيه بيوتنا العربية حصل تطور كبير جدا وهناك تشابه كبير بكل الناس حتى في المواقف السياسية الأخوة العرب لا يقتلفون في السياسة ماذا نريد من مواقف سياسية زاء هذا العدوان المستمر وقد انكشفت النواية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة على أقل تقدير هي واضحة منذ احتلال فلسطين منذ النكبة والتشريد والمجازر مرورنا ب 67 والانتفاضة الأولى والثانية هي ممكن كانت الفترة الانتقالية فترة توقيع اتفاقية السلام ولكنها لم تدم طويلا كان يقرر في 99 أن تنتهي المرحلة كلها وتقام الدولة ولكن استضمت بعقبات وعراقيل كثيرة كلها إسرائيلية الآن المنظومة العربية بشكل عام سياسية الرسمية ما هو المطلوب منها أمام النوايا الحقيقية الإسرائيلية في أنه تنكر لكل شيء لكل الحق الفلسطيني والفلسطيني هو بين مزوجين رح تعمل معه بدونية هو لا يستحق العيش اقتلوه احرقوا الفلسطينيين دمروا الفلسطينيين وما إلى ذلك سؤالك الأول كان ماذا تريد دولة الاحتلال من دولنا العربية والآن العكس بشكل واضح جدا كانت تريد أنه أتركوا موضوع الفلسطينيين هذا الشأن الداخل بنعالجه بنحله قليلا نقيم علاقات سلام سلمية وبعد ذلك بنعالج القضية الفلسطينيين ضمن المجهود العام بتدخلوا فيها وتصلحوا للمنطقة بتحلوها ولكن بعيدا عن موضوعة لا استقلال ولا حرية ولا الشعب المستقل يريد أيضا دولته هذا الكلام كان موجود والإخوان العرب جزء منهم يلاحوا باتجاه عقد تسويات سياسية من أجل تقدير إما مصالحهم خاصة أو ظروفهم ونحن الآن مش مدد نكح الجراح لقول ذلك أنه هذا أساءل لأنه قضيتنا وأضعفنا ولكن هذه المعركة بالتحديد بعد سبع أكتوبر شو ثبتت؟ في المنطقة العربية أولا بأنه الفلسطيني أصبح ذات أولوية وقضيته على أجندة دولية من المتحدة الأمريكي لأصغر دولة في العالم إنه إلا لم تكون هناك دولة فلسطينية على الفكرة هذا مشكلامي سيد الرئيس في آخر القطاب في الأمم المتحدة قال وهم من يعتقد أنه إذا هناك في استقرار وأمن بالشرق الأوسط بدون ما يكون في دولة الشعب الفلسطيني حسب الشعب الدولي يكون يعني وحل سياسي شامل وحل سياسي شامل اليوم من في المجتمع الدولي بما في الإدارة الأمريكية وإن كانت طبعا إعلاميا يعني كثير تتحدث في الموضوع لا يتحدث عن قيام الدولة فلسطينية آخر تصريح له بلينكين هذا بلينكين اليهودي الذي قال عن نفسه ذلك إنه إذا كنا نرغب دولة الاحتلال أن تحقق اليوم الثاني بيكون حلم إلها إذا هذا كلام لن يتحقق إذا بدأت تفكر تعزل إيران بين المزدوجين في المنطقة عليها أن تنصق مع الدول العربية من أجل خروج لمصر سياسي يؤدي لدولة فلسطينية حتى تعيش دولة الاحتلال بسلام هذا كلام بلينكين اليهودي ليس كلامي أنا وأيضا أنا أتأكد تماما في المنطقة العربية بدل أخوان العرب جميعا يدركوا بأن هذه القضية بات عليها حل أولوي ونحن لنا تجربة واللقاء السوداسي الذي تم في عمان مع بلينكين وزير خارجية الأردن ومصر وقطر والأمارات والسعودية والأقهب جهاد حسين الشيخ المنصر التنفيذية قالوا كلمة واحدة أوقفوا العدوان عن الشعب الفلسطيني ارفع الحصارة عن قطاع غزة افتحوا مصارات إنسانية غاثية ومستعدين نروح معكم باتجاه تسوية سياسية على أساس قرارة شعوري دولي نحن نريد اعتراف أخي خميس بدولة فلسطين سريعا ومن ثم نتحدث عن موضوع المؤتمرات الدولية هذا موقف القيادة السياسية هذا موقف فصائلنا هذا موقف شعبنا موحدين وهذه معركتنا كلياتنا والمعركة المنطقة العربية كلها لأنه إحنا اليوم أسياد أنفسنا وقدرين أن ومن المنطقة بسلام واستقرار إذا انتبهنا بأنه هذه قضية واحدة وقضية فلسطين ما زل قضية كل العرب من حكامهم وشعوبهم ولكنها عادت إلى الواجهة صحيح أو في الفترة الأخيرة بسبب انشغالات العربية هموم داخلية ولكن الآن هي تتصدر المشهد عربيا ودوليا شكرا جزيلا لك دكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني البحوث ودراسات الاستراتيجية على المشاركة معنا في بيت للكل شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك تعياتي لكل مشاهدينك الكرام أهلا وسهلا مساء المحبة والسلام والخير من استوديوهات التلفزيون الأردني لكل الأشقاء في الوطن العربي من دولة السلام التي ترسل دائما رسالة محبة وأمن لكل دول العالم لازلنا نتحدث من استوديوهات التلفزيون الأردني في برنامج بيت للكل عن الوجع العربي عن غزة تجاوز بدءا من اليوم المائة يوم من التنكيل ومن الإجرام ومن استخدام كافة الوسائل التي لا تنم عن الأخلاق ولا عن الإنسانية بأي تصلة تستخدمها إسرائيل تنكل بالشعب الفلسطيني على أرضهم وفي بيوتهم لازلت إسرائيل بعد المائة يوم كما هي برغم الرأي العام المناهض لما تقوم به لكنها تستخدم الغطرسة الصهيونية في الإصرار على الإبادة للشعب الفلسطيني والتهجير من البيوت ماذا تريد إسرائيل بعد مائة يوم من المجزرة على غزة هذا هو السؤال الذي نطرحه في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت للكل مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الحكيم القرالة وهو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية من الأردن أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا دكتور مساء الخير لك ولجميع مشاهدي ومتابعي هذا البرنامج القيم والمهم أينما كان وأينما حل دكتور الآن بعد مائة يوم ولازلنا نشاهد استمرار إسرائيل بكل وسائل الحروب التي لم يشهدها التاريخ من التنكيل والإجرام ما الذي تريده إسرائيل من غزة التحديد وما الذي تريده إسرائيل من منطقات الشرق الأوسط يعني في الحقيقة دكتور ابتداء يجب أن نتفق أن ما يجري في غزة هو مخالف لكل العراف والأخلاق والقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان هي جرائم إبادة وتطهير عرقي وعنصري استهداف للمدنيين أينما كانوا وأينما حلوا قطع لكل وسائل الحياة الأساسية جعل انتهاج ربما انتهجت آلة الحرب الإسرائيلية نظرية الأرض المحروقة وأن لا مكان آمنا في غزة وأن غزة مكان غير قابل للحياة فبالتالي كل هذا الإجرام وهذا الصلف وهذا الشطط يعني حتى في التاريخ السياسي الدولي لم نشهد مثل هذا الإجرام وهذا الجنون الذي انتهجته آلة الحرب العسكرية لدولة الاحتلال وضعوا بنك من الأهداف علهم يحققونها كما يروجون لذلك ولكن في الحقيقة على أرض الواقع هذه الأهداف غير منطقية وغير قابلة للتحقيق هي فقط شماعة وذريعة لهذا الإجرام وتبرير هذا الإجرام بكل صنوفه يعني نحن الآن الدكتورة أمام كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى الآن كيف تقرأ تقديم إسرائيل والاتهامات بأصابع الاتهام من الإجرام للدول الرعية لها في محكمة العدل الدولية هذا التطور يعني إلى ماذا يشير ونركز هنا دكتور عبد الحكيم بأن الدولة الأردنية كانت الداعمة لرفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية وقدمت أيضا إدانات وستقدم إدانات أيضا شفاوية يعني في هذا الإطار وبكل موضوعية يجب أن نشير إلى هذا الدور الأردني يعني بكل حيادية وموضوعية المتقدم الموقف الحازم والقوي على كافة الصعود الدولة الأردنية استنفر الطاقات الدبلوماسية والسياسية وحتى الإنسانية فبالتالي هي كانت رأس الحرب في هذه المعركة الدبلوماسية للدفاع عن الحق الفلسطيني وعن الأشقاء الفلسطيني يعني الدبلوماسية الأردنية منذ بدء العدوان الغاشم على غزة يعني هي من خاطبت العالم خاطبت الضمير العالمي الرأي العام العالمي خاطبت كذلك القوى الوازنة وهذا ما أحدث تغييرات كبيرة في المواقف سواء على الصعيدين الشعبي أو حتى الرسمي في الكثير من المواقف التي آمنت للأسف في البداية بالسردية الإسرائيلية المكذوبة والغير حقيقية فبالتالي الأردن يعني ضمن إطار متدرج يعني قامت بالكثير من على أكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي وكان القانوني هذا جزء من خلال الرصد وتوثيق بعض الجرائم ودعم دولة جنوب إفريقيا في إطار رفع الدعوة على دولة الكيان فبالتالي الأردن يعني يدعم القضية الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة ويستنفر حتى كل طاقاته دعم لهذه القضية هذا جزء التجهيز لملفات قانونية كذلك والتجهيز لمرافعة قانونية هذا في إطار دعم وإسناد الأشقة الفلسطينية نعم إذا أردنا أن نتحدث عن بعد آخر دكتور وأنت تعلم في هذا الموضوع لإسرائيل أهداف وأرادت أن تحقق هذه الأهداف وأنا أسميها أحلام موهومة لدى إسرائيل بقضية التهجير وأكثر المتضررين من هذا الموضوع هي الشقيقة مصر والأردن والأردن تنبه ومصر لهذا الموضوع فكان لنا موقف حازم وصارم ومقطوع في قضية التهجير هذا الحلم الآن تبدد لدى إسرائيل وما دام هناك موقف عربي لكن كم فعلا هذا الموقف بحاجة إلى مساندة من خلال تحالفات وتنسيق أيضا عربي بشكل أكبر من خلال الأردن ومصر كتنسيق وأيضا من خلال دول عربية أخرى كم نحن فعلا هذه التحالفات العربية تؤدي إلى الحصول على قوة أكبر سيدة الكريمة بداية يجب أن نشير إلى الموقف الأردني والمصري الواضح والحازم إطار في الوقوف سدا منيعا في وجه كل هذه الأجندات الخبيثة التي كانت ترمي لها دولة الاحتلال من خلال ونستطيع أن نلتقد ذلك من خلال الإجرام الموجود وتهجير الفلسطينيين هذا مرتبط بمفهوم وغاية خبيثة واحدة ومركزية هي إنهاء القضية على حساب الغير والمقصود هنا الأردن ومصر الشقيقة لأكثر غماسا واشتباكا في القضية الفلسطينية فبالتالي هذا الموقف الحازم الأردني المصري كان سدا منيعا وقف في وجه وأفشل كل هذه المخططات بالإضافة إلى صمود إلى شقة الفلسطينيين فبالتالي يجب أن نتفق أنه خط أحمر ومرفوض فلسطينيا ومصريا وأردنيا فلذلك عدم الاستكانة وعدم التردد والتلكؤ أمام هذا الثابت الوحيد أن قامت الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني الدولة القابلة للحياة هذا ثابت أساسي وجوهر أساسي في السياسة الخارجية الأردنية والمصرية فلذلك برغم كل هذا الشطط والجنون حتى تصريحات أساس الإسرائيليين والعسكريين هي تصريحات محبطة وتصريحات متطرفة في هذا الأطار ولم يخفوا ذلك يعني عبروا عنها صراحة وهذا يأتي في إطار التهديد الفعلي والمباشر وما يقومون به ميدانيا وعسكريا في أرض غزة وكل هذا الجنون وكل هذا الإجرام يعني يرمي باتجاه ويذهب باتجاه تحقيق هذه الغايات الخبثة ولكن هذا الموقف الأردني المصري القوي والحازم والمتقدم يحتاج إلى إسناد عربي وإسلامي للوقوف في وجه هذه الغطرة الإسرائيلية الصلاة الإسرائيلي الذي يريد إنهاء هذه القضية تماما وبالتالي إنهاء وتقويض عملية السلام وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة فعلى الجميع يعني يدا بيد وكتفا بكتف أن تتكامل الأدوار العربية العربية في تنسيق عالي المستوى وهذا ربما كان ينبه له دوما جلالة الملك في إطار التنسيق العالي المستوى وتكامل الأدوار والتشاركية للوقوف في وجه هذا الخطر المحدق والمحقق الذي يستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الآن نرى نيتنياهو دكتور وهو الآن يعني يضرب بعرض الحائط كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات وما إلى ذلك ومتزمت في هذا السلوك الإجرامي ونرى حكومة نيتنياهو المجنونة بين قوسين تتصرف تصرفات جنونية من الإبادة وما إلى ذلك وبالتالي تأزم هذا الصراع وتستخدم الآن إسرائيل إلى ترحيل هذه الأزمة أيضا والتصعيد في الضفة الغربية نرى في نابلس في جنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الآن ينتقل هذا الجنون إلى الضفة الغربية ما الذي تريده إسرائيل أيضا من توسيع هذه الحرب ونقل هذا الصراع أيضا بتأزم إلى الضفة الغربية أشكرك دكتور على هذا السؤال الجوهري والمهم بالتأكيد يعني كل ما تقوم به دولة الاحتلال الآن وكما قلنا قبل قليل وكأنها التقطت هذه الأحداث وجعلت منها شماعة ومضلة لتحقيق غاياتها وأجنداتها الخبيثة بالتأكيد إسرائيل أرادت منذ بداية ترويجها للسردية المكذوبة والمزيفة بأنها في الطرف المظلوم وأنها تدافع عن نفسها وهذا حق مشروع منذ تلك البدايات بعد العدوان على غزة أرادت أن تستقطب الرأي العام الدولي والقوى الوازنة والداعم لها في إطار تشكيل تحالف دولي على غرار التحالف الدولي الذي كانت ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد دعشنت حركة المقاومة الإسلامية وشيطنتها بهذا الأمر فتريد هنا أن تستغل هذا الضرف الزماني وهذا الدعم اللوجستي والعسكري من قبل كل القوى لتنهي كل حركات المقاومة الموجودة في المنطقة وبالتالي تستفرد في إطار تحقيق معاربها الخبيثة هذا لا يخفى على أحد ربما تصريحات نتنياهو وكلمته في الجمعية تصريحات سموتريتش الخرائط التي كانوا يعرضونها وكانوا يتحدثون عن شرق أوسط جديد عن إسرائيل كبرى ربما كانت تستهدف الأردن تستهدف فلسطين وكأنها تذهب بمحو الدولة الفلسطينية وكانها غير موجودة في إطار تحقيق هذه المعارب والأجندات التي ترمي إليها أصلا الحكومة اليمين المتطرف نتنياهو حتى في إطار القضية التي رفعت من جنوب أفريقيا قالها بالملأ وعلى الملأ أنه لن نوقف هذه الحرب هذا تأكيد واضح على أن هذه الدولة أو هذا الكيان دولة الاحتلال ترمي بعرض الحاط كل قرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم بها فبالتالي هي مستمرة في إجرامها وشططها حتى تحقق هذه الأجندات الخبيثة وتريد أن تستغل هذا الظرف والتعاطف الدولي خاصة في البداية معها في إطار تحقيق كل هذه المعارب من خلال توسيع رقعة الصراع قاصة ربما تريد أن تستدرج حزب الله في الشمال والحوتيين في البحر الأحمر لإنهاء كل هذا الصداع على حد وصفهم الذي يمثل تهديد وجودي لدولة الكيان نعم دكتور عبد الحكيم قراريو وحضرتك أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية كل شكر لحضرتك في برنامج بيت للكل هذا التوضع شكرا تحية لكم زملائي مرة أخرى ونستعيد إكمال برنامج العربي بيت للكل من خلال شاشة قناة العراقية والقناة المصرية والأردنية والفلسطينية مستمرين في دعم القضية الفلسطينية وكثير من التفصيلات المهمة وعلامات الاستفهام الكبيرة حول العدوان الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة استضيف من العراق المحلل السياسي والخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل تحية طيبة سيد ومنورنا شكرا سيد التجارب والتاريخ يعيد نفسه كثير من البلدان تعرضت للاحتلالات على مدار السنوات الماضية لكن كانت النهايات مختلفة تماما العدوان الإسرائيلي الغاشم والاحتلال الصهيوني مستمر على فلسطين واليوم الحرب على قطاع غزة مختلفة تماما كيف قرأتك للمشهد الحالي نعم بدأنا أحمد تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة التي عادة معودت الجمهور العربي والعراقي على حد سواء برفضه بكل مواكبة لأي حدث سيمة القضايا المصيرية التي تمس المواطن العربي والإسلامي على حد سواء شوف أحمد هناك مسلمة يعني هناك جدلية التاريخ كما يسميها فوكياما من أنها كلما يكون هناك خطأ فادح داخل الأمم وداخل الحضارات المتعاقبة عندها يعني يأخذ الزمن لفته طالة أخرى ويعود إلى نصابه بمعنى الدولة أليف احتلت من الدولة باء وإن طال الزمن بهذا الاحتلال لا بد لها يوما من أن تنقش منها هذه الغمامة وتعود إلى سالف عهدها يعني فلسطين قطعا لن يبقى وفعها وحالها كما هو عليه ما حدث في غزة في 7 أكتوبر بالحقيقة يسمى حرب إبادة حرب غير متكافئة حرب استهدفت فيها البنى التحتية الإنسانية استهدفت فيها الحياة وضربت فيها كافة يعني مراحل وكافة سبل العيش المدني لذلك أهل غزة عذبوا شردوا قتلوا هدمت عليهم صوامعهم ودورهم وغزة الآن للأسف يعني أقولها أقولها بذرس قاطع أن غزة تتعرض إلى مجزرة لم يتتعرض لها أي أمة سابقة على نطاق غزة يعني مساحتها الجغرافية وعدد سكانها وحصارها غزة تقف عند رفح بضع مئات أو بضع آلاف من شحنات المساعدات وهي لم تدخل كانوا سابقا يطالبون بتحرير فلسطين الآن تحولوا من المطالبة بالتحرير إلى الرجاء بدخول قنان الماء إلى أهل غزة تحولت الأمنيات سقف المطالب يعني تدنى حدا إلى أنهم صاروا يتوسلون إدخال المساعدات خصوصا مياه الشرب رأيت منظر أحمد بغض النظر على المناظر الأخرى يعني منظر حقيقة كان منظرا مؤلما مفجعا حينما دخلت أحد ناقلات الماء ورأيت الصبية والشباب وهم يهرونون خلف المياه لغرض الحصول على قنينة أو قنينتان من الماء لعائلة هذا الطفل وعائلة هذا الشاب مشهد محزن نعم استاذ فاضل اليوم نشاهد أيضا المشاهد التي حضرتك ذكارتها هو مشهد واحد من ألاف المشاهد التي كانت في قطع غزة الناس يحتمون في المستشفيات كأنها هي مكان آمن ليكون قصف العدو الإسرائيلي بعيد عن هذه المستشفيات لن تكون مكان محمية إنسانية تعتبر نذكر اليوم هذا الهجوم الوحشي صمت دولي حقيقي منظمات عالمية كانت تداعي بحقوق أجلكم الله الحيوان ليس الإنسان لم يكن لها صوتا في هذه الحرب وحرب الإبادة كيف تنظر إلى هذا؟ يعني ازدواجية المعايير لدى دول أوروبية هي يعني يهرعون إلى إنقاذ كلب سقط في حفر ويتغافلون ويغضون الطرف عن أطفال تذبح وعن نساء تقتل وعن كهول تعذب وتضرب المستشفيات بكل دم بارد لا نرى أي ردة فعل وأي ريكشن اتجاههم يعني حقيقة مناظر عجيبة وغريبة حينما نرى بريطانيا رئيس وزراء البريطاني يأتي خلصة وكأنه سارق يأتي خلصة مع طائرة تحميل الأعتدى والأسلحة والذخائر وهي تهبط على مطار الكيان الغاصب وهو كأنما يريد أن يتباهى بأنه أتى مع هذه الذخائر اضربوها واختلوا أهل غزة المدنيين وإلا ما هي رسالتك إذا أنت يا رئيس وزراء بريطانيا ما هي رسالتك التي تريد خلو من باب أولى أنت رئيس وزراء مدني ولست عسكري خلو من باب أولى ارسل طائرة الدخائر والأعتدى وأنت لا تذهب معها وتهبط معها وتنزل وتتسلل وكأنك لص للأسف وتنزل على مهبط الطائرة على أرض المطار حقيقة تكالبت جميع أو أغلب الدول الغربية ورغم المعارضات الشعبية في تلك الدول يعني رأينا كيف تظاهرات عارمة في لندن تظاهرات كبيرة جدا تفوق تظاهرات في بعض الدول العربية في أغلب الدول العربية في البلدان العربية نعم نرى تظاهرات أيضا في فرنسا هي الأخرى فرنسا أيضا أيدت أنا أقول فرنسا إن كنتم فعلا تنادون بحقوق الإنسان وهذه محاكم العدل الدولية بظهرانيكم كيف تغفلون هذه الحرب التي شنت على الطفولة وشنت على المستشفيات لماذا هذا التغاضي لماذا هذا النظر بعين واحدة يعني أهيه الانتقائية أهيه الكيل بمكايل متعددة أعتقد أن ما حدث في غزة يسترعي عادة النظر من جميع الدول التي طبعت ومن الدول التي تنوي التطبيق سيد حقيقة نتابع عبر التاريخ المقولات العالمية لحقوق الإنسان والحريات مثل ما قال روسو يعني حتى الحريات لن تتنفذ قط في العالم كانت فقط شعارات ترفع في البلدان الأوروبية ونحن اليوم نطالب بحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني في أرضه يقتل بدم بارد وصمت دولي والسكوت عن الأطفال والشيوخ وكبار السن وتهديم البناء التحتية وترويع الأطفال وتهجيرهم قسرية من أرضهم محاولة لقتل الحياة في فلسطين ومخافة إلى المستقبل القادم من هذه الطفولة بأن تشب وتكون اليد المدافع عن فلسطين نتحدث أيضا عن تصريح قادة الكيان الصيوني باستمرار الحرب لأشهر أخرى يعني أعتقد شوف أحمد كل الحروب النظامية قد تنجح قد تفلح لكن الحروب حرب المباني وحرب الكري والفر وحرب المدن هي حرب ابتداء حرب فاشلة لأن الجماعات المقاومة حتى وإن كانت لدينا عليها بعض المؤاخذات في مواطن هنا وهناك لكنها بالنتيجة تستطيع أن تستنزف وتهلك الجوش النظامية هي قد تستحدث جيوبا خارجية وثانوية يعني في العلم العسكري إذا كان قناص يكمن في أحد المناطق قد يستطيع أن يعضل تقدم لواء برمته بمعنى أن هذه الحرب ابتداءا هي حرب استنزاف الكيان والكيان هو يتأثر لمقتل جندي واحد فإن لو قتله عشرون ومئة وألف وبضع مئات من قتلاهم أعتقد أنهم خاسرون وأعتقد أن هذه الحرب إن طال أمدها فهذا الأمد على حساب استنزاف طاقة وقدرة الكيان الغاصب عسكريا ابتداءا وإعلاميا ثانيا لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية هذه الحرب وتحريك حاملة الطائرات في البحر المتوسط وأعطاء إشارات للآخر بأن أمريكا تقف غطاءا لإسرائيل وتقف ضد كل من يحاول أن يساند الشعب الفلسطين أغرب التصريحات تصريحات بلينكين التي كانت تتوالى بتناقض بيّن وواضح بالوقت الذي يستنكر ما يحدث في غزة يقول أنا جئتكم كوني يهودي وليس كوني وزيري الخارجية ولم يعني لم يستطع أن يكبح جماح مشاعره وغرائزه في التحذب وفي تأييد الكيان الغاصب على ما يقوم به من جراء في غزة لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة في مضامين تستنكر وتستهجن ما يحدث في غزة وفي أخرى تقوم بدعم الكيان عبر تزويده بقنابل من زنات كبيرة وواسعة لاستهداف المدنيين في غزة رأينا أحمد وشاهد أنت بعينك كيف أن الطائرات حينما تقوم بقصف بعض الأبنية هذه الأبنية تهد على ساكنها بطريقة مرعبة بطريقة مفجعة بطريقة يقتل أهل هذه الأبنية بشكل كبير بشكل واسع من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا تثخن جرح أهلنا في غزة وبالمقابل يعصب العار والشنار بجبين كل من شايعة وأيدة ولم يدرأ ولم يوقف هذه المجازر بحق أهلنا في غزة سيد متى تتوقع نهاية هذا الكابوس وهذا المشهد وكيف ستكون النهايات أعتقد النهاية ستكون على حساب جيش كيان الغاصب جيش كيان الغاصب لن يخرج منتصرا حتى وأن هو أوقف زحف هذا الجيش أنا قلتها منذ أول يوم يعني يوم 8 أكتوبر سألني أحد الأخوة هل سيكون هناك اجتياح قلت للك كيان الغاصب يدرك مليا أن الاجتياح فيه مقبرة له لذلك هو سيقوم بقصف عن بعد وبتنفيذ ضربات سواء كان بضرونات أو بصواريخ طائشة أو بطائرات مجرمة لكن لن يغامر الكيان بأي اجتياح لأن الاجتياح سيأتي بنتائج عكسية ويكون وبالا على جيش الكيان الغاصب ابتداء سيد فضل أبرغيف لو كانت لك نافذة من خلال هذه الكاميرا بأن تتحدث مع الأخوة في فلسطين والشعب الفلسطيني الصابر ما هي الكلمات التي من خلالها أن تلامس جراحه أقول يعني يا أهل غزة يا أهل فلسطين أنتم جنتنا وأنتم درعنا وأنتم قدوتنا وأنتم تضحيتنا وأنتم قدمتم أروع المثل في التضحية والصبر والفداء والتحلي بالشهادة والتضحية ونحن نسير على إثركم ونحن نحاول أن نقتدي بكم ونحاول أن نستأثر بما تقومون به من مآثر من قيم من تضحيات هذا الوائل الدحدوح الذي قدم عائلته قرابين وهو يواصل جهده وعمله وأعتقد أن الذي يحدث في غزة لكل غزاوي حقيقة نحن نقف إجلالا وإكبارا ولكل شهيد نقف ونترحم ونقول له طوبة لنفسك في عليين ولكل جريح نتمنى له الشفاء العاجل ولكل طفل نطبع قبلتنا على جبينه الوضاء ولكل أمرأة ثكلة نقول لها عافاك الله وحياكي ولكل شيخ نقول له بوركت على هذه النبل وهذه الذراري وحقيقة نحن نغبطكم لما عندكم من شجاعة ومن صبر تتحلون به المحلل السياسي والخبير الأمني سيد فاضل بن الغريف كنت ضيفا عزيزا في برنامجنا العربي بيت للكل وهذه الكلمات التي كانت مسك الختام تلامس شغا في القلب شكرا لحضرتك وإن شاء الله نتمنى بأن نلتقي في وضع آخر بأن تكون فلسطين بين يد أبنائها وبسواعدهم إن شاء الله شكرا إلىك شكرا إذن مشاهدين ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل هذه هي الأمنيات من العراق الواحدة اتجاه القضية الفلسطينية قضية العرب الكبرى الرحمة لشهداء فلسطين والصبر والسلوان لعوائلهم وذويهم وأيضا الشفاء العاجل للجرحة هذه فلسطين الصابرة الصامدة المضحية بدماء أبنائها إذن هذه عودة مجددة لكم زملائي الإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل في مقول عندنا كده في مصر إحنا دايما بنقولها لما يكون حد مصر على الغلط فبنقول ببساطتنا المصرية وعميتنا نقول دماغه متسلط عليه الشارع عموما حتى في مصر لما بيجي تكلم ببساطته على ما يحدث في قطاع غزة فيقول لك إسرائيل دول دماغه متسلط عليهم ودي حقيقة أنا هستعمل المقولة دي البساطتها ولكنها فيها عمق عمق القهر والاحتلال يبدو أنه الاحتلال اللي دام أكثر من 75 عام أصبح هي عقلية الإسرائيلية التي لا تتغير هي عقلية مع اختلاف الحكومات مع اختلاف الأزمنة مع اختلاف السنين ولكن يبقى هو نفس الاحتلال والعقلية الإسرائيلية وأيضا الغطرصة التي نشاهدها كل يوم ولا حلول نحن لا نسمع عن أي حلول حتى وإن كان العالم كله أصبح الآن يتحدث عن حلول والانتفاضة التي حدثت في الشارع سواء العربي أو الشارع الغربي بعيدا حتى عن الأنظمة في الدول الغربية إلا أن العقلية الإسرائيلية لا تسمع أبدا أي شيء فالسؤال اللي احنا بنسأله بنسأله النهاردة خصوصا إحنا بيت للكل نتحدث عن دولنا ومنها دولنا موجودة الحقيقة في هذا الصراع نتحدث عن مصر نتحدث عن فلسطين ونتحدث عن الأردن فماذا تريد إسرائيل الحقيقة معنا في الأستوديو دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام دكتور أحمد مساء الخير مساء الخير سيدة الشافك أهلا بيك يعني بنحاول نفك طول الوقت يعني إذا كانت لإسرائيل شفرة فالشفرة هي مغلقة ومحدش يعرفها غيرهم هما ماذا تريد إسرائيل من الدول العربية؟ يعني في الواقع الإجابة بكلمة واحدة إسرائيل تريد كل سوء لا ننتظر منها خيرا للدول العربية تجربة السنوات الماضية كما أنت أشارت في المقدمة هي قوة احتلال ومنطق الاحتلال دائما لا يشعر بالأمن والأمان لأن منطق الاحتلال هي خالف منطق التاريخ ومنطق الوغرافية ومنطق القانون ومنطق البشر في أن ما يحقق الأمن والأمان هو السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال وليس فرض الاحتلال إسرائيل تحاول فرض الاحتلال بقوة الأمر الواقع من خلال القتل والضمار كما رأينا طبعا في قطاع غزة تريد أن تكون البيئة التي تحيد بإسرائيل بيئة مضطربة بها مشكلات بها تحديات ويتعتقد أن هذا يشعرها بالأمن وهم سنشغلون عنها وبالتالي تجربة السنوات الماضية بتؤكد سواء مع مصر أو مع الأردن أو مع فلسطين أو حتى مع لبنان كلها بتؤكد أن ما حكم إسرائيل من حكومات متشددة كل حكومة تأتي بأقصى تشدودة من الحكومة السابقة كلها تستهدف فرض الأمر الواقع من خلال القوة وهم لا يفكرون بمنطق العقل ولا يتعلمون من دروس التاريخ دروس التاريخ تقول لا يمكن الاحتلال أن ينتصر ولا يمكن الاحتلال أن يدوم لابد من الاحتلال إلى زوال وبدل من توفر إسرائيل سياج آمن لمواطنيها عبر التعايش وتحقيق السلام وعودة إعادة حكومة المشروعة للشعب الفلسطيني وأن تقيم علاقات جيدة مع جيرانها باعتبار كما يقول المسأل من مصلحة أن تكون علاقات جيدة مع الجار وليس في مشكلات وصراع بدلا من هذا تراهن دائما حكومة الاحتلال وحكومة إسرائيل على إسارة الصراعات والمشكلات وخاصة أن هذه الحكومة الأكثر تطرفاً والأكثر في تاريخ إسرائيل لأنها تضم عن صراعين المتطرفين اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف يعني اليمين الديني واليمين المتطرف في إسرائيل وبالتالي ما نشهده الآن من اعتداء في غزة من إثارة القلاقل في الضفة الغربية الاحتجاجات أيضاً في تصدير مشكلات لمصر والأردن كلها بتعكس عقلية ومنطقة الاحتلال وأنا في اعتقادي أن هذا الاحتلال لزوال لن ينجح ولن يفلح في فرض منطقه وزيد تجربة يعني الصمود الفلسطيني وأيضاً ردود الأفعال الدول العربية ودول المجاورة الإسرائيل بتؤكد دائماً أن منطق الاحتلال والخطأ وهذا المنطق لابد أن يزول طيب بعد ما نشهده من هذا السراع والإبادة اللي موجودة في قطاع غزة ما هو مستقبل يعني العلاقات العربية الإسرائيلية أو مستقبل علاقات إسرائيل مع المنطقة العربية هذا الكيان مستقبله إيه؟ هذا المستقبل بيتوقف على سلوك إسرائيل بمعنى هل هو مستقبل نحو التعاون أم نحو الصراع الحكومة الإسرائيلية بتصرفاتها وسلوكياتها سواء في عدوانها طبعاً يعني غير المبرر تماماً والشامل على قطاع غزة أو لجوم العدوان على الضفة الغربية أو إسارة القلاقات والمشكلات مع دول الجوار بتقود هذا المستقبل نحو مزيد من الصراع والتوتر وهذا ليس أصلاً في مصلحة إسرائيل لن يخدم إسرائيل لماذا؟ لأن إسرائيل جربت على مدارة عقود المشكلات والصراعات ولم يتوفر لها الأمن رغم القوى الجبارة ورغم الدعم الأمريكا المطلق والدعم السياسي والدعم العسكري والحماية في مجلس الأمن الدولي رغم الجدران التي أقمتها في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود لم توفر لها هذه الجدران الأمن وبالتالي المنطق يقول أن المدخلات تودي لمخرجات مدخلات إسرائيل والحكومة الحالية خاصة العناصر المتطرفة مثل سمودريتش وبينغفير وطبعاً بالتحالف مع نتنياهو وغيرهم من الوزراء الذين حتى وجدنا اللغة العنصرية ووصلت الأمر إلى الدعوة الدعوة إلى بازة غزة بالكمبيلة الزرية ولغة الخطابة وحش بشرية وهذه اللغة غير المسبوكة اللغة العنصرية كلها بتؤكد أن هذه الحكومة إذا استمرت بتقود المنطقة إلى مزيد من الصراع وبالتالي المستقبل لا يدعو إلى التفاؤل في ظل هذه الحكومة المتطرفة طيب لو إحنا رجعنا إلى الشأن المصري ونتحدث هنا عن مصر إن حقيقة مصر تتحمل الكثير والكثير يعني إذا انتبهنا حتى لخريطة مصر وحدود مصر إذا رحنا إلى السودان إذا رحنا إلى ليبيا وبعدين إلى هذه البقعة الملتهبة جدا مع إسرائيل وقطاع غزة حتى ما يحدث مع الحوتيين في البحر الأحمر وباب المندب والتأثير على قناة السويس هو أيضا مشكلة مصر الحقيقة محطوطة في مشكلة كبيرة جدا كيف ترى هذه الهجمات اللي ممكن نقول يعني على سبيل المثال ما ذكرته ولكنها أكتر من يعني في حدود ستة هجمات مصر مهددة أنا في اعتقادي الدولة المصرية تواجد تحديات غير مسبوك حقيقة وهذه التهديات أو التحديات بتعكس دلالات يعني الدلال الأولى أن مصر هي المستهدفة في الفعل لماذا مصر مستهدفة؟ لأن عندما ننظر إلى الخريطة العربية الدول العربية أو معظم الدول أصبحت دول هلمية فكرة الدولة الوطنية ضعفت وانهارت يعني هناك ميليشيات الآن ظهر ميليشيات في دول العربية التي تحكم وتصنع القرار وتخطف القرار وتهدد الدولة الوحيدة الصلبة الدولة الوطنية القوية هي الدولة المصرية الجيش القوي الذي قادر على إحماية الحدود هو الجيش المصر وبالتالي هذه الدولة الصلبة القوية هي مستهدفة حقيقة بعد أن تسبب ما يسمى الربيع العربي في تفتيت دول العربية وانقسامات وحتى الآن هناك حالة لاحسم السياسي والله عسكري في هذه الدول وهذه الدلالة الدلالة الثانية هو إدارة الدولة المصرية لهذه التحديات يعني فيما يتعلق طبعا يتعكس الاحترافية بتعكس إدراك مصر نزيل المخاطر مصر تتحرك بنوع من الرشادة سواء الساسة الخارجية الرشيدة الفعالة النزيلة أو التعامل على سبيل المثال في أزمة غزة منذ اليوم الأول أدركت مصر أن هناك مخطط خبيث يحدث في قطاع غزة من جالب الاحتلال هذا المخطط استغل عملية طوفان الأقصى كزريعة رفع في ظاهرها شعرات القضاء على المقاومة وتحرير الأسرة والرهائن ومنع تهديات من غزة لكن في بطنها العذاب وهو التهجير القصري للفلسطينيين وتفريق سكان غزة من سكانه وتهجيرهم وتوطنهم في سيناء وهو مخطط خبيث قديم من خلال استراتيجية الجحيم بمعنى تحميل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه القصف الشامل والضمار الكامل والحصار التام منع الغزاء والقهرباء والدواء بحيث يتم دفع الفلسطيني دفعاً نحو النزوح طبعاً خطوط مصر الحمراء ووقف مصر حقيقةً أجهد هذا المخطط وبدأت الصلاة تتكلم عن مسمى الهجرة الطوعية والتهجير الطوعي يعني دول العالم تأخذهم مبتع وبالتالي بيعكس أنها كتحدي لتصفية القضية الفلسطينية لكن الإدارة المصرية والرئيس السياسي والسياسة المصرية نجحت وهذا يعني بيعطي دلال أيضاً مهمة أن مصر تظل هي صمام الأمان صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي الدعم وتحركت مصر على المصار السياسي فيما تعلق برفض التهجير القصري والعمل على حالة دولتين وإرسال رسالة للعالم وعادة تغيير الموقف العالمية بأن ما حدث في 7 أكتوبر وما بعده هو عرض لمرض هذا المرض ببساطة واستمرار الاحتلال إنهاء الاحتلال يوفر السلام وبالتالي طالما استمرار الاحتلال وغابة أفق التسويسية سيظل الصراع على المصار الإنساني كانت مصر أكبر داعم للجانب الفلسطين من اتخال المساعدات الإنسانية وعبر رفع شكل أيقونة وشريان الحياة لقطاع غز طبعا إضافة طبعا بالتوازن المصار السلس والمصار الأمني المتعلق بجهود مصر في منع توسع الصراع الإقليمي وإدارة المصر الأزمة باحترافية والقضية الفلسطينية حققوا كل ناقيقة كانت في مهاب الريح لأن إسرائيل كانت شوهت صورة وسردية إنها تواجه إرهاب وتهديدات وجودية وبدأت تؤثر في الرأي العام الغرب والدولة الغربية والدعام بشكل أعمى لإسرائيل لكن المصر والمثال المصري والإعلام المصري نجح في قلب الدفة وتوضيح حقيقة الأمور على أرض الواقع وبالتالي الآن كل يتحدث عن حل الدولتين وعن وقف الحرب والعدوان صحيح أنا بطفق جدا مع حضرتك أن هناك استفاف بوعي كبير ولكن طول الوقت هناك أيضا تراشق يعني طول الوقت إسرائيل لا ترسل سلاما إلى مصر يعني حتى في محاكمة اللي كانت موجودة محكمة العدل الدولية شفنا حتى إنهما لما بيدفعوا عن نفسهم بيرموا أي تهم على مصر يقولك مصر هي لما بتفتحش المعبر بيحاول هو يدفع بالناس جنوبا ومصر بتحاول ترجع الناس شمالا وتساعد مصر حتى في الخيام وتؤمن أهلينا في قطاع غزة هذا الانتباه الكبير هل يجعل إسرائيل لأنها حتى تغير لما مصر تكون صامدة وترسل إعلاما صحيحا هي تغير من بياناتها كثير بعد تصريحات مصر أولا إسرائيل كما يقول بالمثل العام المصر يقولك بترمي بالاها على مصر لأن ما حدث في محكمة العالم هو نعمل هزيان يعني لا يستحق حتى الرد عندما تقول أن مصر تمنع المساعدات في حين العالم كله يرى بعين الأم شاهدة بعينه إسرائكة تقصف الشاحنات وتقصف المستشفيات وتقصف وكلات الأمم التحدى ومخزنة من الإغاثة تكون بالتفتيش المتعصف وتمنع دخول المساعدات ومع ذلك أسرت مصر ونجحت في إدخال المساعدات وفرضت منطقها ونتذكر عندما رفضت مصر خروج الأجانب ومزدوج الجنسية إلا مع دخول المساعدات وخروج طبعا الجرحة والمصابين الفلسطينيين وبالتالي كل فترة أو كل وقت هناك أزمة حقيقية تواجه الحكومة الإسرائيلية تحاول الخروج من أزمتها بتصدير أزمتها طارة إلى مصر ومن خلال هذه الدعايات الكاذبة ومن خلال هذه ما نراه من من سلوكيات من خلال التهجير القصري أو الدعايات على مصر وغيرها هدف من حربها العدوانية لم تحق الأهدف حتى التي أعلنتها الأسرة أو القضاء على المقاومة ما زالت سواريخ المقاومة تضرب إسرائيل وتل أبيب وغيرها من المناطق ولم تكسر سمود الشعب الفلسطيني الأمر الثاني إسرائيل خسرت كثيرا خسرت إعلاميا وأخلاقيا الآن صورة إسرائيل في العالم بأنها دولة تقتل النساء والأطفال كان هم يقولون في البداية أن الفلسطينيين يزبحون الأطفال ويختصبون النساء لكن العالم بعد وأجد هناك 25 ألف فلسطيني شهيد من عظامهم من الأطفال والنساء بأي زنب المهال قتلوا إلا لأن هناك هستيريا انتقامية لدى حكومة الاحتلال و61 ألف مصاب طبعا وتدمير كامل لقطاع غزة أنت تعلم أن إسرائيل أيضا صعدت مشهد محور فلادلفيا هل تتوقع أنها ممكن تعمل أي عمل عسكري أم ستتوقف الحال على ما صعدته فقط أولا يعني الخطاب الإسرائيلي متضارب هناك مجمع متطرفة تضي التصريحات غير مسؤولة مثل نتنياه واسمو تاريتش وابن غفير ويقولون على تحتلال المحور بحجة يعني منع التهريب بينما يعني هناك اتجاه ربما كابح في إسرائيل على أقل أكثر عقلانية شوي وحتى وزير الدفاع رفض هذا الأمر لأن أولا هذا المحور ضمن اتفاق رسمي بين دولتين جزء من معادة السلام وهناك اتفاق خاص اتفاق فلادلفيا أو محور فلادلفيا في 2005 وبالتالي قانونيا ومن ديها القانون الدولي لا يمكن لإسرائيل أن تحدث أي تغيير على هذا المحور إلا بالاتفاق مع مصر ومصر ومواقفها واضح لأن هذا يمثل تهديد مباشر للأن القوم المصر حضرتك قلت لنا وإحنا بنعد هذه الحلقة أنك ترى أن الحرب على وشك الاندهاء يعني إيه مدلولاتك لهذا مدلولاتي أنه طبعا هناك ضغوط دولية خاصة الجانب الأمريكي لأن مفتاح السر والقرار كما يقولون هو الجانب الأمريكي بدأت أمريكا بدأت تشعر بالضيق بدأت تضحط إلى إسرائيل بدأت تسحب بعدك أغتاها من غزة تحول لعمليات نوعية هناك أيضا خسار إسرائيلية كبيرة وتكلفة اقتصادية كبيرة الضغوط الرأي العامي العالمي إسرائيل لم تحقق أيها هداف وبالتالي كل هذا بيدفع في اتجاه الحرب أن تنتهي قريب نتمنى ذلك يعني سيظل الحديث قائم والكلام دائما له بقية أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام شرفتنا في بيت للكل شكرا مشاهدينا سنظل نتحدث وسنظل نتابع معكم ما يحدث على الأرض في فلسطين وفي قطاع غزة وسأظل أردد مع أهل فلسطين شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم فلسطين باقية والاحتلال في زوال في أمان الله